حماس كبير شهده ميران فريق الكرة الأول بناد الزمال كاليوم الثلاثاء استعدادا لمواجهة بيرامتز الجمعة المقبل بمنافسات الدور المصر الممتاز للموسم الجاري 2022-2023 وطالب المدير الفن البرتغال فيريرا من اللاعبين التركيز وتنفيذ التعليمات المطلوبة منهم بكل دقة استعدادا للمباراة مشددا على أن أهمية المباراة بالنسبة لمشوار الفارس الأبيض في الحفاظ على اللقب الدوري ووضع الجهاز الفني برنامجا تأهيليا وبدنيا خاصا لللاعبين على هامش الميران تم التركيز خلاله على علاج الإرهاق العضلي والبدني لللاعبين وتم تقسيم الفقرة إلى جزئين الأول تضمن تدريبات باستخدام أدوات التأهيل والآخر تضمن تدريبات بالكرة وركز أيمن طاهر مدرب الحراس مع الرباعي على بعض الأمور الفنية الخاصة سواء التعامل مع التزديد من كافة الاتجاهات والمسافات بالشكل الأمثل بجانب العرضيات كما شهد الميران تقسيمة تخلى لها إلقاء في راعدة محاضرات فنية سريعة على اللاعبين لمنحهم بعض التعليمات والمهام الفنية والخططية فرصة ميت عقباء يرفعنا شعار لا بديل عن الفوز في مواجهة بيرامدز من أجل إعادة رسم البسمة على شفاه جماهيرهم والعودة بقوة مجددا للمنافسة على لقب الدور المنتهز ورجعنا لكم مرة أخرى وببقى سعيد جدا بوجود الكابتن الكبير صاحب الخبرات الكبيرة كابتن أحمد عبد الحليب كلاعب كبير وكمدير فني قدير كابتن أحمد أهلا بيك أهلا بيك يا خد زيك كابتن أحمد عايزة بتدي معاك سريعا الأهلي بتعادل مع الدخلية وبيفقد نقطتين والدخلية كان بلعب عشر هل دي رسالة أن الدولي لسه في الملعب هل دي رسالة اللي عدت الزمالك أنا عندهم مطش جاي مع بيراميز شاف شاف المباراة دي إيه بص يا خليب بسم الله الرحمن الرحيم هي طبعا المباراة لما تتفرج وتشوف فرقة بيطرد منها لعيب والدخلية يعني من الفرقة المؤخرة بتلعب المتصدر الدوري وبتعرف تتعدل معاهم وبيضيعوا فرص كمان في آخر المباراة شيء قوي جدا وشيء جايد جدا تتعلم منه إيه أن حتى الفرقة اللي هي متأخرة وبتنافس وتصارع على الهبوط ممكن لو جات لهم الحالة اللي هي بتاعت إيه بتاعت الجدعانة بتاعت الرجولة تخش جواهم ممكن يعملوا حاجات كتير جدا عشان كده أنا دايما نقول إيه يا خالد كرة القدم لازم تلعبها برجولة قوية جدا حتى لو فنياتك أقل شوية ممكن الرجولة والجرأة والحاجات اللي هي قصة بالحياة ممكن تعليك أو في كرة القدم ده اللي حصل فالماتش لو مقارنة بين الأهل والدخلية مفيش مقارنة مفيش مقارنة نهائي ولكن كرة القدم بتعترف بالأداء وبالرجولة وبإن أنا عايز أعمل حاجة شيء جايد جدا النهاردة يريد الناس تتعلم منه مع أنت ماينفعش أنا أقول وإنت قعد تتفرج أي واحد بيتفرج على منشطة الكرة بيبقى قدامه عبرة موجودة فلازم أنت تتعلم وبعين لعبت الزمالك مش محتاجين دلوقتي إن إحنا كل مرة نقعد نقول لهم يا جماعة أنتو اللي عليكوا كل العب النادي بيمر بأزمة النادي بيمر بأزمة كعادات نادي الزمالك وكعهده وأنا إن شاء الله الأزمة دي تعدي وإن شاء الله المستشار المرتضى منصورة يمر من هذه الأزمة إن شاء الله يعني ونادي الزمالك يرجع أقوى من الأول إن شاء الله إنما لازم برضو اللعيب كمان يبقى عنده عنده عايز يدافع عن زي ما بقول دايما يدافع عن نديه يدافع عن قيمته أنت لسه بتتكلم عن العقود بتقولي العقود بتاع اللعيبة بتاع الداخلية اللعيب النهاردة الفرود اللي جابه لتعاده دا ما عقده ما لا يتخطى ستمائة سبعمائة ألف جنيه آآ آآ يعني يعني وده بيحاول يثبت وجوده عشان مثلا يتنقل في مكان تاني صحيح دا شيء شرعي وموجود المحل بقى أنت موجود في نادي وأجرك عالي جدا موجود يعني الأجر موجود عندك فلازم تقدي عشان ترضي ربنا الأول عشان تحلل الفلوس اللي بتاخدها وترضي الجماهير اللي بصراحة مستحملة 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 نادي الزمالك من كل الجهات من كل الجهات النحية الفنية والنحية الإدارية حاجات كتير جدا من الأخباطها جوة نادي الزمالك ومع ذلك الجماهير بتدعم ولازم تدعم واخبالك إزاي فأنا يعني ياريت النهاردة اللعيب اللي قاعد يتفرج يجيله كده جوه حافظ إنه مهما كنت أنت بعيد ممكن ترجع صحيح الأمل يبقى دايما موجود تماما كابتا تعالي نروح بقى ليه أنت حضرك في اللجنة الفنية يعني اعتبر رئيس اللجنة الفنية او ناب رئيس اللجنة الفنية في نادي الزمالك وطبعا خبرات غير طبيعية أعلى خبرة موجودة في النادي من أعلى الخبرات اللي موجودة في النادي حضرك كنت بتفرج على مطشط النشيئين مبارح وأول مبارح اه طبعا الزمالك كسب الأهلي في كاسم مصر 2003 الزمالك كان مغلوب من MP20 في 2006 رجع أربعة اتنين اه فما إحنا بنتكلم مع بعض تقولي خالد خالد لازم الفترة اللي جاية نقل للشرة لعبين نصريين وأنا اعتمد على قطاع النشيئين والشباب لأنه فيه كنوز وفيه لعبة هتمشي ببلاش طبعا وقلتلي كمان إنه لو اعتمدنا على فكرة الشرة أنت ممكن ترجز على خمس أجانب وأجنبي تحت السن وممكن ترجع لعيبة معارة عندك متربية عندك لأنه من الوقت ده حاجبت إن أنت ما بجيب لعيب يعني خارج النادي وإنت محظك يعني ساعات اللعيب اللي مش متربي مش متأسس ممكن يتقلق في نادي آخر ويجي في النادي الكبير بالزبط ده اللي حصل فعلا مع مجموعة موجودة في أنداج في الأنداج بالذات الأنداج الكبيرة في لعيبة كويسين جدا جدا صحيح بس لما بيجوا يحتكوا بالأنداج الكبيرة والضغوط ما بيقدرواش يكملوا وده مش عيب مش عيب اللعيب لعيب الاختيار أيوة إن الاختيار يعني يعني طبعا في معاييره ومقاييس كتير جدا خلينا بس نتكلم في قطاع الناشئين فضل أنا طبعا متابع جيد جدا لقطاع الناشئين والمدرسة على فكرة وأنا باعد أتفرج عالتمرين وعى الماتشات وبشوف النوعية بتاعت اللعيبة اللعيبة كويسة أوى خالد في كل الفرق عندنا كم كبير جدا من اللعيبة يعني برضو زي ما انت قلت كده احنا عندنا يعني يعني على خبرات صحيح مش في ناس كتير أحسن مننا بس أنا اشتغلت في الأماكن دي فعارف يعني النوعية بتاعت اللعيب ده ممكن توصلك لفين في لعيبة جيدين جدا أنا بقول لو الناس اشتغلت معهم صح اللعيبة دي ممكن توصل لأن الأساسيات بتاعت تكوين لعب كرة القدم الجيد موجودة فيهم ممكن على فكرة يتغيروا ويتبدلوا بالزمن معرفش بقى المدربين اللي هيمسكوهم معرفش نوعية المسابقات اللي هيلعبوها معرفش هو كبني آدم ممكن يتعامل مع الحياة الزي إنما أنا بتكلمك على أنا شايفه دلوقتي في عندك 2006 مبارح كانوا مغلوبين من أمبي 20 وفرقة أمبي فرقة قوية جدا الشوت التاني طبعا هو مدربه من سيد حنفي الشوت التاني تحوله 360 درجة لعيبة أنا كنت قاعد سعيد جدا بنوعية أربعة تجوان في الشوت التاني أربعة تجوان في الشوت التاني ولعبه كويس أوي يا خالد يعني كان شوت الأولاني 2-0 الأمبي الشوت التاني بقول لك أداء أداء جميل جدا وبعدين ظهرين في أكتر من لاعب موجود واخد بالك إزاي ويه الأسامي بقى يعني يعني آه طبعا 2006 يا سيدي مثلا عندك في ولد اسمه علي عبد مجيد مدافع هايل 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 خدهك 2006 ده كابتن يعني بتتكلم عنده 16 سنة ونوص في النهاردة يعني يعني فيه العيبة عنده 16 سنة ونوص يعني عبد ده رجعولي يعني ممكن ولو شفتهم يا خالد ماشا ماشا الله يعني مش نقس أي حاجة يعني واخد بالك فلعب كويس يعني فيه علي نوفل ده باكرايت حاجة جميلة جدا جدا وباكرايت كان في المنتخب ولعب يعني فيه أيمن أمير عبد العزيز ابن كابتل أمير عبد العزيز وعمو أيمن عبد العزيز حاجة تفرح يعني حاجة تفرح راس حربه اه هو بس مشكلته انه كان متعور فترة طويلة انما هو رجع دلوقتي وبيلعب فيه أكتر من فرق جاب جوال مبارح لا ما جابش جوال بس كان بيساعد وبيساعد وبيتحرك حاجة جميلة يمكن أنا أول مرة شوفه متغير شوية تمام اه فيه زياد بقى زياد محمد ده ده المهاجم اللي جاب جنين مبارح ده زياد جزائري جزائري اه لو الأشوال والدته مصرية لا ده فرود راس حربة اه حتى كان جاي من الجزائر لعب معهم متشاط وجه فالمدرب سيد عادوا احتياطي الشوت الأولاني نزل الشوت الثاني جاب جلين اه حاجة تفرح جزائري جزائري ولا مصري جزائري لا هو ما طبعا والدته مصرية اه وعيش مصر وعيش في مصر بس لما بيكون فيه تجمع المنتقب بتاع بتاع الناشيين بيروح بيروح الجزائر يلعب بس راجع أمر ايه اه اه بس ده ممكن ممكن بعد كده يلعب اسمه مصر لو عايز يعني اه انا ما المهم دايما في الناشيين ممكن تلعب باسم اي بلد ولكن في الفريق الاول انت بتظهر بقى فيه فيه اللعيب اسمه مورجان مورجان ده ابو شعر ابو شعر ده ابو شعر أصفر انت عارفه ده عبد الرحمن كمال ايوه اي لعيب جميل جدا وبيلعب على اليمين وبيلعب على الشمال جاب جوني مبارح تريد المتحرك وبيساعد زميله ولعيب عنده طاقة وعنده حيوية وعنده روح عالية جدا عشان كده انا بقولك الفرق دي مميزة يعني السيد اسامة دفندر اه محمد السيد بقى رقم تمانية ده ده سامي الشيشيني محمد السيد دا بيقولوا عليني سامي الشيشيني الجديد محمد السيد انا ندهتل هذه الاعتطات ليه هما كابتن اه انا ندهتلهم بارح محمد السيد عموما دي قديمة دي قديمة اه لا مبارح اللي اغتله فيلم بعد. اه يا كبتل اه. اه. نادعت محمد بعد الماتش. اه ده مورجان ابو شعر ده. اه. 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 حاجة يعني. ارجعول ارجعول يا جماعة. اه. يعني حاجة يعني لعيب بقى يعجبك. يعني انت الاستوي الاسام الشيشيني. اه. لا هو بقى كمان بقى ايه يعني. بقول لك الميزة ان العيال دي بتآ بتحق بي عندهم روح عالية جدا. يعني كنوا منهم مغلوبين ويرجعوا يكسبوا. ده شيء عالي جدا. كبتل مروا. مروا بظروف وحشة السنة دي. كابتل مين منهم يتمر مع الفريق الاول. دلوقتي. دلوقتي امير ايمن امير عبا عزيز ده يتمر مع الفريق الاول مفيش اي مشكلة. محمد السيد ده مورجان. يتمرانه دلوقتي. يتمرانه. طيب نروح نروح لالفين وتلاتة. الفين وتلاتة دول بقى اللي هما. دول لسه كازبانين نادي الاهلي وانت قلتلي ان في لعيب جامد جدا لسه جايب الجزيرة الاماراتي. اه السيد الغديري. زاية الغديري. اه. ولسه متقايد في يناير. اول ماتش لعبه مع مع الزمالك كان ماتش الاهلي كازبه الاهلي. اه اه اه. اه مهم اهم دل المنتخب منتخب الشباب. انهم كان فيهم ايشو. وكان فيهم مجد هاني. اه. السيد الغدير ده مرحش. وكان فيهم طريق علاق. لا ده كانش لسه اطساء يعني كانش لسه لعب في مصر يعني. اه اه. وكان فيه طريق علاق ده في المنتخب. كابتن لو انا معلش يعني ما انا وفيه لعبة جاية من بره وفيه لعبة بتلعاية يعني أنا قصد يا كابتن أنا الملتقل قدت أصدك على المنتخب بتاع الشباب خالد أنا فيه ماتش كنت لازم أشوف سيد الغدالي ده أنا فيه ماتش تفرجت عليه طلع الجيش والزمالك 2003 كنت بتفرج عليهم في كلية الزراعة طلع الجيش عندهم رقم 9 أنا بعد الماتش روحت له وطولت يا ابني ما خدوكش المنتخب قال لي خدوني ومشوني أنا من وجهة نظر إذا كان يعني إذا كنت بعرف يعني رقم 9 فرود ما فيه إزايه معهم في المنتخب كابتن مشكلتنا في مصر وأنا بقولها مرة واثنين وثلاثة العين العين حضرتك أنت كنت بتقول أنا أنا اتمرنت معاك آه طبعا أنا اتمرنت مرتين آه أنت من الناس اللي عينك حلوة جدا أنت اللي اكتشفت أي من حفني أنت اللي شفت أي من حفني لا خلي اكتشفت أنا بص لا أنا عارف أن فيه اتنين بيشوفوه بس أنت ما شفته لا أنا 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 دايما اللعيب الش الأشول بص يا خالد وأنا كمانك شفتنا أيوة اللعيب المحمد صبري آه آه أيوة وطريق السعيب لأ أنا ما قلت لك أسمع ما أنا عشان كده أنا بقول لك أنت عينك حلوة لا هو هو إيه خلي العين الحلوة لكن برضو لازم تجيب اللعيب اللي إيه المواصفات بتاعته تنفع لقدامه يعني اللعيب ده ممكن يكمل لقدامه ولا لأ آه مش اللي هو جسم مجمد وخلاص اللي إيه ممكن يلعب لك مرحلة الناشئين وخلاص لأ في حاجات عشان كده أنا بقول لك الألفين وستة دول فيهم مجموعة ألفين وخمسة آه مجموعة رائعة ألفين وثلاثة دول طبعا بكرة هم عندهم ماتش مع أسموحة في كاسمس الدور قبل النهائي إن شاء الله ربنا وفقهم يعني مع محمد صبري مع محمد صبري محمد صبري هم كان قابلوا الأهل في دور الثمانية آه قابلوا الأهل في دور الثمانية آه إن شاء الله ربنا يكرمهم يعني آه يعني أنا أقول لك إيه الأسماء آه خالد الفرقة يعني ثلاثة جوال مثلا ثلاثة حراس مرمى كلهم أحسن من بعض آه هو ده سادي الغديرة كابتن أيوة هو ده أيوة ما هو آه ده إيه بقى كابتن ده ده بيلعب ديفندر وبيلعب ممكن تلعب وراء وبعدين بص أقول لك على حاجة كنضف مع كابتن تريحي من يومين آه الصورة الصورة مصغرة من طرق حامد تكلم جدا آه والله العظيم الصورة مصغرة من طرق حامد آه 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 طب أنا هسألك سؤال ده دلوقتي عنده تسعتاشر سنة آه لا ده 2004 2004 آه عنده تسعتاشر سنة يعتبر هيتم تسعتاشر آه لا هيتم تمنتاشر سنة ليه يا كابتن هلثة احتلاثة وعشرين ستتاشر وتلاتة نهار آه آه تسعتاشر سنة يعني هيتم تسعتاشر آه آه ممكن يكون عنده تمنتاشر وشوية او تم تسعتاشر. اه. تمام? احنا في اول في اول عشرين تاتة عشرين. اه. يلعب فريق اول? اه. اقول لك. انا بسألك. انا بسألك. اصد تسعتاشر سنة ده يلعب فريق اول. اساسي يعني. بس الولد ده كان بيلعب في الجزيرة الاماراتي وكان ماشي كويس. اوي. اه. اه. وجيه طبعا جيه ناد الزمالك عن طريق اهاب. اهاب ابنك. اه. لان اهاب كان عايش في الامارات التابعة وبتاعه يعني الولد الحمد لله. يعني الحمد لله بطاقته خلصت ولعب. اه. الولد جسمانيا يلعب. اه. طب وروح بقى. في مواصفات في مواصفات يلعب بس انا معرفش بقى يعني. اه. لسه عايز وقت يعني. لسه شوية. اه. 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 اكيد اي واحد يبقى عايز وقت. اه. اه. انما انما عشان كده لو بقولك. 2003 مجد هاني. اه طرق علاء. الفيومي. ايشو. ايشو. اه ايشو الاشو. طبعا. طبعا. كريم عبدون. اه. محمد صلاح. حزم اسامة. حسام حسين. عبدالله. عبدالله. لسه لسه راجع من الاصابة. لسه راجع من الاصابة. وعبدالله ده برضو لو قرص شوية ان شاء الله. اه. ده يمكن هيبقى اقرب واحد من العبدالجولة. عبدالله. اه. لو ان ان شاء الله ان هو يبقى سليم ان شاء الله يلعب يعني. صحيح. علي ياسر. مازن. مازن. اللي جاب الجول فماتش اله. مازن. مازن ده اللي جاب جول في الاهل. اه. مازن. يعني معلش انا ايه. بقول انه المواصفات بتاعته. اه. انا بحبها. يعني هو ده اللعيب اللي ممكن يكمل. مازن. لو انا قلت له الكلام ده. ايه بقى يا موساطق. اه. بص خالد فرود من المزعجين جدا جدا. بيقاتل على كل كورة. بيشتري في كل كورة. ممكن بيساعد زميله بشكل غير عادي. برضو عنده الحماس جوا. انا بحب اللعيب او ده اللي عنده الحماس. اه. لعيب كورة كويس او مازن. اه ما كانت دول فريق الفين وثلاثة. اه. 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 يعني دول اه. دول فرقة طبعا. انا ليه قصة. اه. لما كنت ماسك مدرسة الكورة زمان. اه. الفين واربعتاشر. اه. كانوا دول لسه. وكان في دورة في الامارات. اه. لالفين واثنين. اه. الحقيقة يعني. اه. وانا اللي ماسك مدرسة الكورة. اه. فانا انا عارف الفرق يعني. اه. فروح تمسفر الفين وثلاثة. طبعا. وهي البطولة الالفين واثنين. اه. قلت الفين وثلاثة حسن. اه. انت عارف الفرق السنة ده في العمارة الصغيرة دي فرق جامد جدا. اه. في الاجسام. بس انا الولاد دول شفت منهم اه. عندك فيه باك احمد محمود ده. اه اه. ده معارل فرقه. ده ده احمد محمود. يعني يعني بسيوني. اه. بص انا بقولك الاسماء دي طبعا رفاعي. اوماجا. ايمن جزار. محي. محي الباكلفت. اه. باكلفت قوي اوي. ما اقولك فيه فرقة. فيه قوام تيم. يعني الالفين وواحد مسلا باعتبرهم مظلومين. لان خلاص خادر اللي عايزين ياخدوه منهم. اه. وبانوا على الدرجة الاولى. اه. انما دول هم مستقبل النادي. اه. دول. اه. واخد بالك. ومعظمهم مش عامل عقود. لا. عادي عاملين. عاملين عقود لبعض اللعيب ايه. لا لا دول عاملين عقود. اه. لا لا. تقريبا كلهم. اه. طيب. اه 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 انت مع فكرة ان انا انا عندي دلوقتي قوام فرقة. اه. تمام? عندنا نواقص. اه. عندنا لعيب مسلا زي حمد علاء ده معار. اه. ممكن يرجع لك. اه. تمام? وحمد علاء ده لعيب كويس اوي. اما ده لانا بتكلم فيه. طبعا. يعني دفندر محترامي ممكن يكون افضل من ناس موجود عندنا. طبعا. تمام? طبعا. وناس تم شراء. طيب. نمرة اتنين. هل انت مع ان ارجع حمد علاء. وطلع اتنين تلاتة من القطاع دوت. واجيب بقى اه. مسلا لو فيها تلات اجانب مشوا. تجيب تلات اجانب غيرهم. وتقوي الفرقة عن طريق ده. وتحافظ على القوام كده يعني. لان انا بحس ان احنا بنشتري كتير قوي. وفي النهاية هي مش بالكمية. ولكن ب بقدرة اللعيب. بس خالد. خالد معلش. مش دفاعنا عن اللي اشتري. انت اشتريت لعيبة كويسة. يعني انت. انا فاهم. انت جبت لعيبة كانت بينة قدامك في الدول. انت ما جبتش. مين اللي جبته من بره. اللي من بره مصر. جبته مثلا سامسون و. اه. وابراهيم انضاي. ناضاي. اه. ناضاي كنا عارفينه. اه. قبل كده. اه. سامسون اللي مكناش نعرف. صحيح. انما اغلب الصفقات اللي انت جبتها من مصر. صحيح. لحنا بكلمك كابتن عال جاي. انت لازم تتعلم من اللي فات وتشوف. لأ. لأ. مانا بس عايز اقولك ايه. ان زي ما انت قلتلي. قلتلي فيه لعيبة. مابتعرفش تندمل مع الفرق الكبيرة. صحيح. انما انت جبتهم كانوا لعيبة كويسين. طبعا. يعني لما جبتهم. كلنا قلنا اه. هوا لعيبة كويسين قدامنا. شايفينهم قدامنا. صحيح. عشان كده. حتى لولاد الصغيرين دول اللي انا بقولك عليهم. اه ممكن نكون رأيي انا الفني مختلف عن رأي اللي ماسك الفريق الاول. انا بكلمك جد. اه. بس ايه. مش كلهم ممكن ينجحوا في الفريق الاول. اه. انت قلت كلمة مهمة جدا. اطلع اعارة. ارجع اللي انا بطلعتهم اعارة وكانوا كويسين. طبعا. كابتن ما وكان لس انتوا عاملين فرقة اسمها فرقة الامل. اه. اختفت. ما نرجع فرقة الامل تاني. مش فرقة الامل. هم عملوا الفرقة كان اسمها نبيه فترة. ايوه. كان بيشتغل. 2001 و2003 و2002 وانا فاكر و2004 و. بس ما استمرتش كتير. ايه لازم تستمر بقى. ما لأ دي دي بص انا بكلمك هم اللعيبة موجودين. اللعيبة موجودين. واللعيبة كويسة موجودين. المشكلة لازم بيبقى فيه اهتمام قوي جدا بيقطاع النشئين. اه. اه. اهتمام بالمدرب كمان. المدرب لازم يتصقف. صح. لازم يتصقف. صح. ما يقولش المدرب. المدرب بيكون بيعرف كل حاجة. لأ. يعني انا مش همعرفش كل حاجة الواحدي. مه. لازم في معاونة. انا دي اللي بقولها ده. منما كلعيبة. لأ عندنا الفين وخمسة الفين وخمسة. فرقة كورة. تعجبك جدا 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 جدا. مين اسميهم يا كابتن? اسميهم. عشان برضو بيحبوا يسمعوا اسميهم. طبعا طبعا. قناتنا ديهم. شوف يا سيدي. في عندك احمد مجدي وهشام فوقات دول مدافعين. مه. هشام. انا طبعا بحبهم كلهم. بس هشام انا بحبه شوية زيادة. اه. مدافع يعني. ديفندر? اه. لا. سردباك. سردباك. اه. حاجة كده. حاجة جميلة يعني. اه. ان شاء الله ربنا يحميه يعني. وفي حسن. اه. بلعب بتلفت اشوال جميل جدا. محمد ابراهيم باكرايت هايل. ابراهيم ممدوح ديفندر وباكرايت. ممتاز. اه. اه. يوسف حسن. يوسف احمد حسن. يوسف الفرنسي. لعيبها كويسين جدا. في نص الملعب ديفندرات. كويسين. مم. وفيه انا سوائل. صنع العاب رقم عشر ده. لعيب هايل طبعا. كريم حامد جناح. آآ. دامد جدا. وفيه محمد الحصري. لعيب كويس اوي محمد الحصري. هو شوية كده. انه ملعيب كويس اوي. وفيه احمد خالد. مهاجم. مهاجم كويس جدا. فرقة. ومعه مدرب كويس. واخد بالك ازاي. آآ. فرقة بتعمل اداء جيد جدا. انا بقول لك كان فيه ظروف السنة دي. الناشئين تلخبطوا شوية. انما انا بتكلم. انا بقول انا دايما. دايما. اقول اللعيب. وممكن كنت بقول لكم. انا عايز اللعيب مايلعبش في ملعب الناشئين. يلعب في الملعب بتاع الفريق الاول. صحيح. عندك لعيبة تقدر. يعني تقدر ان شاء الله المستقبل موجود ليهم. ان شاء الله. ان شاء الله. نطلع لفاصل. ونرجعنا نكمل حوارنا مع كابتنا احمد بحالي. يلا بينا. ورجعنا لكم مرة اخرى. وقبل ما اقفل قطاع الناشئين والشباب لازم نتكلم على الفين وسبعة او الفين وتمانية. بس بالمناسبة فريق الفين وخمسة مدربه من عمان. ولد كويس او صغير. ومدرب مكتهد جدا. تمام. وبعين احمد مجدي مدافع. ممكن يلعب درجوه لبكرة. احمد مجدي لا. اللي جنب هشان. اتنين جنب بعض حاجة جميلة جدا نفرحه يعني. تمام. نروح لالفين وسبعة والفين وثمانية. الفين وثمانية بيدربه محمد ابراهيم. برضو فرقة يعني. محمد ابراهيم تعرف. اه طبعا. محمد ابراهيم اه. اه. فرقة كويسة جدا وجميلة. اولاد صغيرين هيلين. فيهم مجموعة اه 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 اه. عمر عبدالعزيز ويهاب حق الراس. عمر ياسر مدافع. مدافع كويس قوي. صلاحين داود فندر ممتاز. محمد حمد حاجة صانع العاب. محمد فارق بكريت. احمد ابراهيم مهاجم موليد. الفين وتسعة. انا استعملت عنده 13 سنة. ما هو بيلعب هو هو صغير بس بيلعب معه. اه. اه. وفريق بقى 2007 دا بيدربه احمد رزق. اه. فرقة كويسة قوي. اه. يعني انا بقولك هو مجموعة الفرقة كويسة قوي. اه. فيهم حسام اه. حسام عشور التقي. ابن عشور التقي. اه. اه. دا بيقول لعيب جامد اه. اه. ويوسف عمر واحمد الهواري. اه. لعيبة كرة كويسين. انا عشان كده بقولك. يعني انا شفت الاسماء اللي انا قلت لك دي. لو مسلا مش اقل من اربعين لعيب. اه. كويس. الاربعين لعيب دول ممكن اطلع لك منهم مسلا ستة سبعة تمانية. حاجة حاجة سوبر. ما فيش بقى ريحة اه زمان. يعني مسلا محمد صبري. حزم امام. فيه. فيه. خالد الغندوق. الحاجات دي. ايه. والله العزيم تلاتة فيه. انت رسا قيل ايه. على الواد محمد السيد ده. اه. سامي الشيجين. سامي الشيشين. اه. كويس. فيه اللعيبة دي موجود. موجود. بس هو في مدرسة الكورة. اه. بقى. لا موجودين بس. انا عايز انا عايز انا بقولك اللي هو المهال احمد عبداللطيف. اه. فيه. احمد ازا فيه ود. اه. ابدالله ما انا قلتلك مرة. اه. انا قلتلك عبدالله هو اه. اه. وخبالك ازاي. يعني. انا سمع. انا سمع ان ابن اسامة نبيه. الصغير. ده بنا فيه بقى حلقة تانية. بيقولوا حاجة مش طبعية. في حلقة تانية نتكلم فيه على مدرسة الكورة. مالك. اه مالك طبعا مالك اسامة نبيه. لا في الفين واحداشر دي. لا 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 لا. ايه. لعيبة لعيبة كتير. موجرمين كورة ايه. بقولك ايه حاجة والله العظيم زي ما بكلمك. اه. يعني انا مش مش بايه مش بمجد في القطعات. على فكرة على مستوى النتائج مش كويسين. اه. انا بكلمك جد. اه. انما المستوى الفني. ما هو اهم حاجة تطلع فريق اول. انا ده. انا عشان كده اللي بقولك لو اهتمينا بهزا القطاع. المدرسة ومدرسة والناشئين. هيطلع اللاعيب. انت طلع من اين? اه. ما انت من ناشئين. وانا طلع من ناشئين ومدرست الكورة. صح. واخبالك. اللاعبة يعني وانت الاسماء اللي انت قلتها. انت حازم امام مش عارف مين وصبري. كلهم ناشئين. كل دول طلعين من ناشئين النادي. صح. ايوة. اه. واخبالك ازاي. فدول موجودين. بس يبقى معامو الشوبر. طيب. نروح الي اه اه يوم الجمعة الجاية ماتش مهمة جدا. اه. هل ازا مالك يغير من التشكيل وهل المباراة دي يكون يعني وهي مباراة مهمة في الدولة تكون اعدادية لمباراة التلات اللي هتكون بعديها باربعة ايام امام الترجي وهي مباراة مصرية اكون او لا اكون. هم ماتشين. ام. لازم تلعبهم. الاتنين في المنطقة يعني الاتنين مصريين. ام. الاتنين اه مهمين جدا. انهم للأسف جم في هذا التوقيت. انا بتكلم بجد. ام. بس ممكن ساعات ساعات اه الصعب. ساعات الصعب ببين المعادن. ام. يعني احنا بنمر بحالة زي ما قلت لك في باية البرنامج. بحالة يعني اه الله يعني ربنا يكون فعولنا. فعولي زي ما الكوية. فعلا. طبعا. ام. انت بتقول لي صبري كان مفروض يسافر النهاردة. معرفش يسافر. طبعا. الفين وثلاثة. اه. الفين وثلاثة. هيسافروا بكرة اسكندريا ولعبوا المطشة عمطول. اه. اه. بسبب ان ما فيش حد يمدي على. عشان عشان فيه اكيد فيه الناس موجودة بس فيه لغبطة. اه. طبعا اكيد. اه عشان المسلسيون مرتضى. اه. من قبل كده كمان. عشان الحجزة يا طارق. الحجزة. يا خالد. اه. يعني النادي برضو متأثر. يعني محدش يقولي ان احنا مش متأثرين. لا متأثرين. النادي كان متأثر بعدم تسجيل اللعيبة. اللي كانوا موجودين. لهم التلاتة. طبعا. اه. عشان كنت بتسألني على ماتش بيرامت. انا من رأيي ان التلات لعيبة دول اللعبه. طب ومحمد صبحي. وانا بقى ايه. هو يعني. محمد صبحي لما لعب. ظهر انه بشكل جيد جدا. وانا قلت. اه. ان احنا بقى عندنا حريسين تقدر تعتمد عليهم. هل هل حنى الوقت انه يبتدي يلعب? والله انا ما انا يعني. يعني اصلا ايه. مش عايزة مسلا اقول كلمة ان عواد او محمد صبحي افضل حد فيهم. انما لو لعب محمد صبحي. يبقى شيء جميل. تمام. عشان انت عايزوا يلعب. اه. واخد حلك ازاي. وانما لابد ان الصفقات اللي انت جبتهم اللي احنا شايفينهم في الدور المصري. شابانة وناصر منسي واحمد بالحج. احنا شايفينهم في الدور المصري. وفتوح هيرجع. وفتوح. لابد ان عشان يحصل هزة فنية في التيم. لازم تدخل على ناصر عشان يحصل هزة فنية في التيم. عشان كده انا بقول لك محمد صبح يلعب. فتوح يلعب. احمد بالحج يلعب. ناصر منسي يلعب. محمود شابانة يلعب. حمزة المسلوسي رجع وحامزة المسلوسة يعني صراحة ربنا يوفقه لانه افضل من افضل الناس. ده اللي انا بقولك. طبعا. طبعا. والتوقيت ده مهم. اه. والتوقيت ده لازم تعمل فيه كده. لان انت في ماتشات كتير جدا انت اديت فرص للعيبة كتير. لم يوفقه. لازم يبدل. وجيه بقى الوقت ان انت تبدل. موجود. صحيح. صحيح. كابتن نورتني وشرفتنا. شكرا خلوه الله شكرا. كابتن احمد ابحاليم شكرا جزيلا لوجود كابتن احمد ابحاليم معايا النهاردة. تعال نطلع لفاصل. مستقبل بعدها الصحفيين المحترمين. الاستاذ مصطفى الجويلي. رئيس المنظومة الاعلامية داخل نادي الزمالك. الاستاذ عمر الايوبي. طبعا الصحفي الكبير باليوم السابع. والقسم الرياضي باليوم السابع. وايضا الصحفي الكبير بالاخبار. الاستاذ منتصر الرفاعي بعد الفاصل.